بسم الله الرحمن الرحيم معاك والمهندسة سماح عبدالفتاح والنهاردة هنكمل شرح الساينز للصف السادس الابتدائي النهاردة هنبدأ في يونت 2 لسون 1 والحقيقة ان الساينز السنادي لطيف جدا وفيري سامبل معظم الحاجات اللي فيه واخدين فكرة عنها قبل كده في معادة في الاخر النورفا سيستيم واللوكموتوري سيستيم دول حاجات جديدة علينا بس الحقيقة لطيفة جدا مع الشرح افتحوا معايا المعاصر بيتش 36 لسون 1 بتكلم على heat conduction يعني ايه heat conduction يعني التوصيل الحراري هنا بيقول لي heat is a form of energy that is important for many uses and purposes in our daily life such as such as ايه طبعا احنا عرفنا ان الهيت دي ايه one form of energy خلاص يعني صورة من صور الطاق الهيت energy one form of energy احنا كنا قبل كده درسنا ان في ايه there are many kind of energy many kinds of energy such as ايه مثلا light energy electric energy kinetic energy حاجات كتير الهيت energy دي ايه a form of energy صورة من صور الطاق ليه هي very important the heat energy very important ليه لانها ليها many uses in our life بلدان تقريبا الكوكينج ده محتاج لهيت energy number three drying washed clothes يعني ايه drying washed clothes يعني تكفيف الملابس المخصولة طبعا برضو في كل البلدان بنعتمد على ايه الهيت energy كي اللي جاينا من الصن في عملية ايه drying washed clothes number four processing food industry يعني ايه processing food industry صناعة تعليب الاغذية الاغذية فعملية تعليب الاغذية دي processing food industry محتاجة heat energy حقيقة بيستخدموها في التعقيم وتغليف الحاجات فايه الاغذية يعني فهي مهمة جدا في الprocessing food industry number five glass industry يعني special glass industry صناعة الزجاج محتاجة heat energy يبقى عندنا ايه glass industry number six heating water heating water تسخين المياه ودي حاجة مهمة جدا طبعا احنا عرفنا uses of heat energy وطبعا في على فكرة other uses يعني دي تقريبا اهم الحاجات اكي وهنا كتاب لي heat energy it is the form of energy that transfer from the higher temperature object to the lower temperature object الحقيقة temperature دي معناها درجة الحرارة ودي بعبر بيها عن amount of heat energy of object اشوف اشوف ان الابجيكت اللي عندي فيه اد ايه من الهيت انرجي من كمية الايه الطاقة الحرارية في ايه بقيس الهيت انرجي بحاجة اسمها بعبر عنها بالtemperature درجة الحرارة طيب عايزين نعرف الهيت انرجي how to transfer transfer from the higher temperature object to the lower temperature object من المكان اللي فيه higher heat energy اللي هي بعبر عنها بالhigher temperature للمكان اللي فيه lower heat energy المكان اللي فيه lower heat energy اللي بعبر عنها بالlower temperature يعني الهيت انرجي بتتنقل من المكان اللي فيه يعني كمية اعلى للمكان اللي فيه كمية اقل من الهيت انرجي بتتنقل من الاعلى للاقل اوكي هنا في page 37 بيقول examples when you hold a piece of ice in your hand you feel cold why ليه لما بمسك piece of ice I feel cold ليه because the heat transfer from the higher temperature وهنا الhigher temperature هو ايه الhigher temperature object هو ايه my hand اوكي to the lower temperature object فين هنا اللي هو piece of ice يبقى الهيت انرجي حتتنقل من ايه من your hand للاقل 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 فانت كده بتفقد حرارة يبقى احنا قلنا ان الهيت انرجي دلوقت بتتنقل من your hand للاقل للاقل يبقى انت your hand ايدك بتفقد حرارة يبقى انت حتشعر بايه يبقى you will feel cold انت حتشعر بالبرودة لان ايدك حتفقد حرارة لان الحرارة تنقلت من your hand للاقل يعني من higher temperature to lower temperature اقولها ثاني because ببدأ دايما كده because the heat transfer وبعدين اقول from a to a دايما ابدأ because the heat transfer from higher temperature object اللي هو your hand to lower temperature object اللي هو the piece of ice اكي طيب number two when you hold a hot cup of tea in your hand you feel hot واي دي عكس الاولانية when you hold a hot cup of tea in your hand you feel hot واي ليه because the heat transfers from the higher temperature object اللي هو هنا اي بقى the cup of tea to the lower temperature object اللي هو your hand دايما بقول كده بس بحدد اتجاه التransfer كي يعني هقول ببدأ دايما because the heat transfer واقول from a to a يبقى هنا كاتب because the heat transfer from the higher temperature object دايما بتتنقل من higher في الحالة دي هو ايه the cup of tea هو اللي درجة حرارته أعلى to the lower temperature object اللي هو your hand فانت كده في حرارة بتيجي ليدك اكي هنا the heat energy اتنقلت من tea to your hand دخلت دخلت على your hand يبقى انت كده في heat energy الدخل على your hand على ايدك يبقى انت you will feel hot اكي طيب هنا بيقول ايه but what is meant by temperature ايه معنى كلمة temperature ده اللي انا قلته لكم temperature it is the degree of hotness or coldness of body ده تعبير بيدل على درجة سخونة او برودة الجسم يعني هي مش معناها درجة حرارة هي معناها درجة سخونة او برودة ليه ان لو الدرجة دي منخفضة جدا يبقى هي بتعبر عن برودة على فكرة مش بتعبر عن حرارة هي still اسمها temperature طيب say مثلا لو مسك قطعة piece of ice وقال ان temperature of piece of ice is minus three يعني دي كمان تحت الصفر under zero لو قال لي ان دي temperature is three او minus three طيب دي معناها دي درجة ايه دي بتعبر عن ايه دي بتعبر عن ايه شدة برودة دي بتعبر عن يعني لو درجة الحرارة منخفضة جدا هي بتعبر عن برودة يبقى اذا temperature it is the degree of hotness or coldness of body تعبر على درجة سخونة او برودة الجسم او طيب ايه the measuring device of temperature ايه the thermometers ما عندناش الا thermometers مقاييس الحرارة او معايير الحرارة الحالية هي لها انواع كتير بس كل في الاخر اسمهم ايه thermometers يعني ليهم اشكال كتير ولكن هما اسمهم ايه thermometers يبقى device اكي اللي uses to يعني ايه temperature هو ايه thermometer اكي طيب اه هنا بنتكلم بقى الماتيريالز and heat conduction ايه بقى اه علاقة او الماتيريالز بالهيت conduction المعادن والتوصيل الحراري ايه العلاقة بينهم الماتيريالز and heat conduction تعالوا نشوف الاكسبرامين دي احنا لسه مكملين في page 37 ومدي الي اكسبرامين احنا الوقت هنتكلم عن materials and heat conduction المعادن والتوصيل الحراري بيقول لي ايه في activity one to show the ability of materials to conduct heat عشان نشوف قدرة materials المعادن او المواد to conduct heat ايه هنشوف ايه العلاقة طيب اه المواد المختلفة والتوصيل الحراري سوري انا قلت ايه materials الحقيقة انا جت في مخي metals لا هي materials and heat conduction هنشوف المواد المختلفة والتوصيل الحراري فهنا activity one ability of materials to conduct heat قدرة المواد على التوصيل الحراري اكي معلش سوري هي materials مش metals اكي طيب ايه tools اللي عندي glass container glass container container وعندي البوتونز دي fix the buttons on the pencil وال spoon وال ruler by molten wax خلاص هسبت البوتونز دي على التلاث حاجات اللي عندي اكي طيب وهعمل ايه وحسبتهم في glass container with clay اللي هو لونه orange اللي تحت ده حط ال clay عشان اقدر اوقفهم بالشكل ده وبعدين حط البوتونز طيب انا لزق البوتونز بايه بال المولتن واكس طيب ليه لزقاب المولتن واكس عشان هشوف which material conduct heat اي مادة منهم بت conduct heat بتوصل حرارة والدليل عندي ايه ان الواكس هيحصل له melting والبوتون هيحصل ايه falling down يعني لما لأي البوتون falling down ده معناه ان الواكس اللي ملزوق بيه حصل له ملتن ده معناه ان المادة دي فيها heat conduction فيها توصيل حراري والدليل ان الحرارة مشت جوه المادة ووصلت للمولتن واكس وحصل له melting وساح والبوتون ايه falling down اكي فهمتوا الexperiment دي طيب هنقرأ كده الsteps stick a button on the ruler the spoon and the pencil using molten wax اكي احنا هنسبت البوتون على كل حاجة بال molten wax اكي طيب ام then fix them at the edge of the container using clay اكي بعد ما سبتنا البوتون هنعمل ايه fix them on the edge of glass container by clay الكلي اللي هو لونه orange ايه سبتنا بيه ثلاث حاجة اكي number two pour piled water in the container to be half filled خلاص بنصب بايه boiled water in the container اكي طيب ال observation بقى the bottom falls from the metallic spawn only اكي يعني هو هنا جايب three different materials جايب three different materials جايب aluminium وجايب plastic وجايب wood اكي طيب لما عملنا ال experiment وحطينا boiled water لقنا ايه البوتون اللي على السبون هو fall down only هو قال the bottom falls from the metallic spawn only ده معنى ايه ان metallic spawn هي اللي حصل فيها heat conduction only هي اللي حصل فيها توصيل حراري بس البلاستيك ما وصلش اي حرارة has يعني no heat conduction والwood has no heat conduction اكي عملي الومينيوم واحدة بلاستيك واحدة iron four different materials تمام طيب put the bicker containing water on the flame حطيت البicker وحطيت في water وحطيت on the flame يبقى عندي ايه heat energy طيب number three put the full rods inside the hot water حطينا full rods inside hot water number four touch the end of each rod with your finger المسبعة each rod with your finger observation number one you feel hot when touching aluminium and iron rods انا حصيت بالحرارة مع aluminium with iron only type you don't feel hot when touching wood and plastic rods حصيت بأي حرارة when I feel wood or plastic ده معنى ايه general conclusion from the two previous activities we can conclude that materials are classified according to heat conductivity into two types بالنسبة للheat conductivity توصيل الحرارة I can classify all the materials into two types ايه بقى التو types اللي عندي heat conductors وheat insulators موصلات وعازلات يبقى المواد كل اللي عندي في الطبيعة لو عايز عمل لها classification according to heat conductivity هتبقى only two types يام conductors يام insulators يام موصلات يام عازلات يام heat conductors يام heat insulator وهو هنا كتب لي يعني good conductors يعني good conductors وfeet يعني موصلات جيدة للهيت وبسميها heat conductors طيب heat insulators يعني يعني bad conductors وfeet موصلات سيئة أو رضيئة للهيت يبقى نسميها insulators heat insulators طيب بيقول لي heat conductors they are the materials that let heat flow through هي المواد اللي بتسمح للحرارة بالانتقال خلالها they are the materials المواد that let heat بتسمح للحرارة flow through ان هي تعبر من خلالها خلاص يبقى heat conductors they are the materials that let heat flow through طيب examples of heat conductors زي ايه بصوا اي حاجة لها لستر يعني بريق معدني او اي حاجة metals هي heat conductors يعني ايه من الاخر كده الكل all the metals او most of the metals يعني is heat conductors اي حاجة metals وليها لستر بريق معدني كده فهي heat conductors زي ايه زي الارن والاليمونيوم والكبر والستين لس تيل طيب احنا الوقت في page 39 heat insulators ما احنا قلنا heat insulators يعني العازلات الحرارية they are the materials that don't let heat flow through نفس definition اللي فات بس ده في ايه don't نفي المواد التي لا تسمح للحرارة بالمرور خلالها they are the materials that don't let don't let لا تسمح don't let heat flow through اي حاجة non-metals او ملهاش بريق معدني have no luster اه دي بتبقى ايه insulators heat insulators زي ايه بقى wood glass plastic paper wall rubber liquids and gases okay liquids and gases especially air okay خاصة الهو اللي حوالينا ده liquids and gases especially air بصوا اي حاجة non-metal هي insulators ملاحظين wood glass plastic paper and wool rubber كل دول ايه insulators heat insulators okay هنا مديني give reason wood is considered as heat insulator ليه بيعتبر الwood as a heat insulator because it doesn't allow heat to flow through ما بيسمحش للحرارة بالمرور okay because it doesn't allow heat to flow through هقول definition okay اقول it doesn't allow or it doesn't let heat to flow through cover is considered as heat conductor ليه بيعتبر conductor موصل حراري heat conductor هقول definition because it allow heat to flow through okay يعني او اقول because it let heat to flow through okay طيب بتكلم على life applications on heat insulators and heat conductors يعني ايه الابلكيشن دايما الابلكيشن بتبقى ايه في الاندستري في الصناعة فكلمة applications اللي هي الاستخدامات او اندستري يوز الاستخدامات الصناعية life applications on heat insulators and heat conductors بيقول لي ايه heat insulators كلمت الاول على insulators air is used in making the insulating glass windows يعني ايه insulating glass windows الا النوافذ الزجاجية المعزولة okay شكلها بالشكل ده كده insulating glass windows بيبقى عندي two glass sheets يعني عاملين الwindow عادي بس عاملينها مش ايه مش glass sheet واحد لا two glass sheet وعملين بينهم distance كده small distance ليه distance دي فيها air space او air او air الair ده insulator فده يخلي اله heat don't transfer from outside to inside okay بيخلي الحرارة ما تتنقلش من برا لجوه okay هنا اي اللي طيب الair الair ده insulator used in making insulating glass windows insulating glass windows ومدام كتبانها باللون red بقى جيت تتحفظ طيب it is made up by ponding two glass sheets and leaving a space filled with air between them بنخلي space كده for all filled with air طبعا في هوا between them ليه بقى to prevent leakage of heat بيمنع تصرب الحرارة ليه to prevent the leakage of heat okay طيب طيب iron to avoid train accident خلاص شايفين البارز دي كده يعني احنا نشوف القطبان الحديدية نبص عند حتة كده نقول ايه ده دي ايه فيها دي broken دي مكسورة ولا ايه وحطين جزء تاني من برة هو الجزء ده broken وبعدين عملون fix يعني الجزء ده كسر وبعدين سبتوه بالجزء الخارجي لا طبعا دي مقصودة ان هم يسيبوا space في railway فراغ كده فاضي ويثبتوا الجزئين بجزء تاني من برة ليه بقى ليه عشان train لما اما بيباس on railway بيحصل ايه very high temperature اللي احتكاك بين train وال railway بيولد very high temperature درجة حرارة عالية يعني high heat energy طاقة حرارية عالية جدا بيحصل ايه للبارز دي بيحصل لها extension تمدد extension فلما يحصل لها extension من heat تتمدد تلاقي فراغ تتمدد فيه تلاقي اللي احنا سايبين وتتمدد فيه لكن لو معلناش الفراغ ده هتيجي يحصل لها extension due high يلاقي مكان يتمدد فيه طب بيتمدد ليه due to high temperature درجة الحرارة العالية اللي جاية من ايه friction الاحتكاك نتيجة للحركة والاحتكاك اكي ثاني هو بيقول leaving spaces ترك مسافات between railways bars which are made of iron to avoid train accident طب ازاي اللي يرحيس هو بقى حيش راح هنا iron is a good conductor خلاص الحديد موصل جيد للحرارة iron is a good conductor of heat so the railway bars expand بتتمدد and twist بتتمدد ويحصل الله ايه twist تعوج او تموق كده او التواء by heat اكي railway bars expand and twist by heat فلو ما عملتش ال space دي هيحصل ايه train accident اكي طيب page 40 في هنا notes conduct heat very fast وفي metal بي conduct heat slow في metal بي conduct بسرعة وفي metal بي conduct ببط which means that some metals conduct heat faster than others some metals conduct heat faster than others في metals أسرع أسرع من metals في ال conducting heat طيب activity 2 to show that metals are different in conducting heat الحقيقة ال eksperiment دي عشان أشوف هجيب كل metals يعني كل conductors بس هشوف أنه faster than يعني another which metal faster than another كي يعني أنا هجيب كل metals ولكن هشوف which is fastest كي طيب tools دي ال eksperiment اللي عندي عندي 2 metallic racks الحقيقة 2 metallic racks اللي هما اللي عاملين زي التابل دي المتفرغة من النص وهم بيبقوا metal 2 metallic racks وعندي 3 metallic rods 3 rods بس كلهم metal يعني 3 metallic rods كبر aluminum and iron أنا اخترت الكبر والaluminium والiron أنا عارفة أن كلهم conductors all of them is conductors لكن عايزة أعرف which one is the fastest كي تابر aluminum and iron with the same length and thickness هجيبهم قد بعض يعني كي molten wax برضو molten wax وعندي 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 flam وعندي stop watch هجيب molten wax عشان أثبت بي ال office pens اللي هي الدبابيس دي بتاعت المكتب هلزق هلزقها على على المولتن wax حط كده مولتن wax وبعدين احط ال office pin واسيب وينشف فهتثبت عليه وحجيب stop watch وهشوف ال steps بتاعت كي number one stick an office pin on one tip of each metallic rod by using wax أول حاجة هسبت ال office pins على on one tip من ناحية واحدة بس on the rod كي number two put the three metallic rods on the two racks as shown in the figure هحط the three rods كده كي where the end that doesn't contain the office pin is exposed to the flame هخلي ال end اللي هي don't contain ال ends اللي هي don't contain office pin اللي ما فهاش ال office pin عند ال flame كي طيب calculate the time taken by each office pin to fall down by using the stop watch طيب انا هعرض ال three rods دول لل heat كي طبعا all of them conductors انا عارفة ان كلهم حيوصلوا الحرارة all of them conductors وعارفة ان كل office pins هيقعوا لان هما لما يوصلوا الحرارة المولتن واكس الشمعي ده هيحصلوا melting حيدوب والoffice pins انت بابيش دي fall down هتسقط بس انا عايز اشوف which is the fastest ايه اسرع مثل بيوصل الحرارة وححسب كده بالstop watch طيب الobservation قلي the pin fixed on the cover rod falls furthest لقيت ان الoffice pin التبوس ده اللي على الكبر رود اول واحد وقع is the furthest كي then the pin fixed on the aluminium لقيت تاني حاجة الالوميوم طيب and at the end the pin fixed on the iron rod اللي هو ايه the third one كي يلاقيت بالترتيب كده اول واحد الoffice pins fall down from the cover rod the first then ال ايه الoffice pin on the aluminium rod finally the office pin on the iron rod يبقى بالترتيب كده كي اللي ايه الconclusion different metals differ in conducting heat where cover conducts heat faster than aluminium لقيت ان الكبر conduct heat بيوصل للحرارة faster than aluminium وبعدين لقيت ان الالومينيوم conduct heat faster than iron تخيلوا الايرن اقل حاجة في الهيت كوندكشن يبقى number one الكبر number two الالومينيوم number three الايرن اكي طيب H41 usage of heat conductors and heat insulators احنا قلنا الفرق بين الابليكيشنز واليوزاج خلاص الابليكيشنز دي اللي بتبقى في الاندستري في الصناعة اكي حاجة يعني انا بستخدم يعني التطبيقات في الصناعة بس انا ما بستخدمهاش انما اليوزاج اليوزاج دي الحاجات اللي انا بستخدمها في الديلي لايف انا بستخدمها بايدي وبامسكها بنفسي اكي type usage of heat conductors and heat insulators خلاص عامللي التابل ده كتبلي materials and its type وهنا اليوزاج خلاص aluminium and stainless steel aluminium and stainless steel دول ايه heat conductors اكي موصلات موصلات حرارية لانها ايه لانها metals مش احنا قلنا all metals are heat conductors يبقى الالومينيوم and stainless steel دي ايه نوعها heat conductors طيب اليوزاج بتاعتها بقى A cooking pots اواني الطيب letter B kettles kettles اللي هي الايه اللي بنسخن فيها الووتر اكي اكي يبقى ايه ال conductors دي اللي هي الالومينيوم وال stainless steel دي في الايه two things او two usage A cooking pots letter B kettles يبقى ال cooking pots وال kettles طيب بعد كده قللي plastic and wood plastic and wood plastic and wood plastic and wood دول ايه heat insulators دي عازلات حرارية plastic and wood طيب دول بنعمل بيهم ايه دول بنعمل بيهم الhandles الايادة بتاعت الحاجات اللي فاتت ليه بقى ان الحاجات اللي فاتت دي انا بستخدمها وبمسكها بايدي بتعمل معها بمسكها بايدي فمحتاجة ان الايادة بتاعتها تبقى insulators عوازل حرارية عشان ما تسخنش لاني انا همسكها اوكي يبقى دول بقى ايه البلاستيك وال wood دول handles of a of cooking pots اللي انا قلت عليهم وال kettles اللي انا قلت عليها وال electric iron المكوى الايه الكهربائية اوكي يبقى دول handles يبقى انا محتاجة conductors المواصلات في صناعة cooking pots وال kettles محتاجة insulators اللي هي plastic and wood في الhandles of cooking pots and kettles اوكي والبردو الhandles of electric iron اوكي هنا كتب لي ايه ال wool ال wool اللي هو الصوف ال wool اي نوعه heat insulator عازل الصوف عازل ال wool heat insulator تفتكروا هستخدموا في ايه in used it is used in making heavy blankets البطاطين التقيلة and woolen شتوي اوكي يبقى prevent the leakage of heat and prevent and prevent of heat as they are heat insulators insulators table very nice يعني كتب لي ايه three points خلاص definition the heat conductors they are the materials that let heat flow through يسمح للحرارة بالمرور خلالها let heat flow through طيب دي عكسها heat insulators they are the materials that don't let heat flow through طيب examples wool metals حكتبهم copper aluminum iron and stainless steel طيب examples glass wood paper اي حاجة مش metal non-metals يعني glass wood paper plastic wool air wool liquids دول اساسي and rubber طيب uses الاستخدامات طيب ال conductors في ايه used in making cooking pans والكتل او cooking pots والكتل حكتين طيب ال insulator في ال handles بتوعي الحكتين الاياج بتاعت الحكتين handles of cooking pots electric iron and kettles وطاني حاجة ال insulator بتستخدم في ايه heavy blankets and walling clothes بطاطين التقيلة والملابس الصوفية heavy blankets and walling clothes وبكده يكون lethom one heat conduction خلص حلوا عليه شوية واشوفكم شوء الله في الدرس الجاي وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة